كما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بملف الصناعة والعمل على تطوير هذا القطاع المهم ودعمه وإتاحة المزيد من المحافزات والتيسيرات تنفيذا لتوجهة الرئيس السيسي وخلال تفقده مصنع شركة بورسعيد للصناعات الكهربائية أفيناء أكد مدبولي أن الاهتمام بملف الصناعة يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يسهم في توطين العديد من الصناعات وتعميق المكون المحلية وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى حرص الدولة على الاستمرار في اتخاذ مختلف ما يلزم من إجراءات وقطوات من شأنها أن تسهم في تهيئة مناخ جذب للاستثمارات وإتاحة الفرص بشكل أكبر أمام القطاع الخاص للقيام بدوره المحورية والمشاركة في مختلف الأنشطة الاقتصادية وصولا لتحقق الأهداف المرجوة في هذا الصدد من نمو لمعدلات الانتاج وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة إلى جانب نمو حجم الصادرات من مختلف المنتجات المصرية لمختلف دول العالم اشتركوا في القناة